المرض اللي تعاني منه انوار مرض نادر مزمن جد مكلف هو مرض ليزوزوم هاد المرض هدا يعني بزاف دي الناس ما تعرفوش وحتى انا من اللي عرفته في ولدي ما كنتش كان عرفو هاد المرض هدا جد جد مكلف يعني تشي واحد ما يقدر علي تبلغ التكلفة دياله انا بالنسبة الولدي سوربعين مليون تلت شهر كلها تلت شهر افي ما يقدر علي تشي واحد ووقاية ماشي علاج هاد الوقاية ماشي علاج والحمد لله انها ادرجت في صندوق الوطني للضمى الاجتماعي تنحمد الله عليها من غير هاد الوقاية هاد المرض تيطاكي الاعضاء الحيوية يعني هاد الوليدات هادو هاد الوقاية تتحميهم واحد شوية بحل الودنين كيكون عندهم ديمة مراقبة في القلب الكابيت طيحال ودنين العينين العظام كيكون عندهم بخفو عوجاجات سكوليوز يعني واحد المعانات مساكن كي يعانيوها نسألوا الله لهم العفو العافية والله يشافي الجامعة انحكي معاناتي ديال معا من لي عرفت المرض ديال انوار من لي عرفت المرض ديال انوار وعرفت حجم التكلفة ديال وحجم المعانات وحجم يعني فرانشمون ما ما غنقدرش عليها انا كام ويعني مواطنة عادية ما غنقدرش عليها يعني دقيت جميع البيبان يعني جميع البيبان نرى من الباب الصغير حتى الباب الكبير جميع البيبان وكانت دخلت لي جمعية فرنسية ونقشت معي الموضوع انني من بعد انا والليس كان هضر مع الجمعيات لي في اوروبا وفرانشمون كانوا متعاطفين دخلت لي جمعية فرنسية وراسلت رسالة استعجالية للديوان الملكي باسم صاحب الجلالة وما زال عندي نسخة لها الرسالة هذه تتستعطفو انه يتكلف بالعلاج دي الانور وتتشرح فيه الحالة ديال هاد المرض هادا وشنو من بعد غايكون لان هاد الوليدات هادول ماخدوش هاد الوقاية يعني تيكون تيشوف ما تيبقاش يشوف تيسمع ما تيبقاش يسمع تيمشي من بعد ما تيبقاش يمشي يعني وحد المرض لي مدمر وصلات الرسالة الاستعطافية للديوان الملكية وتم البحث مع الولد ديالي وعرضوا على الطبيب واللي اكد المرض دياله ولكن مع الاسف ما كانش واحد الاستجابة يعني ما ملقيتش منتم ما ملقيتش جواب وبهذا المناسبة تنتمنى وتنتمنى انني ناخد جواب على هاد الرسالة هدي لان هاد الجمعية هدي باقة كتسنى في الجواب وخاء من الفين وسبعتاش راسلوا الدول الملكي ولكن باقة كتسنى الجواب تنتمنى واحد الجواب اللي نكون تأنا في فياغ به من سيدنا اللي نصرو نقولي مفضالا راه ملكنا معانا ومع هاد الوليدات هادو دا والاحتياجات الخاصة الفرنسا وتحدي الفرصة وتنشكر من هاد المنبر جمعية ايد موى الشخص دياله ابراهيم شنينة اللي كان فرانش مو يعني وقف معايا الله يجا زي بخير وقال لي باش نتقام مع والدي وبانا يعني غاي ياخد الدواء خاص نعير نصبر واحد تخواموا تخرج لي كارت ميديكال وولدي غاي ياخد دواء ولكن مع الاسف انا المشكلة اللي لقيته لقيته في ولدي ما بغاش يبرك في فرنسا الحب دياله الوطن دياله كان في فرنسا تيلبس زي ديال المغرب وتيلبس زي ديال الراجع تيقولك انا مغريبي نعيش في المغرب وندوى في المغرب ونموت في المغرب وبحكم المرض دياله كان شوية عصابي يعني تيتعصب عنده الفتاق يعني لغوة كيخرج لي انا بزاف الناس عاتبوني علاش مبقيتش في فرنسا عنده الفتاق يعني لغوة وتعصب تيخرج لي الفتاق نولي في مشاكل صحية واحدة اخرى يعني تبعت بريو ورجعت ارض المغرب وخا قالوا لي يا راكي غات ندمي ولدك مريض بقاي فرنسا ميت وكلت على الله ورجعت وتنتمنى تنتمنى ان الناس اللي قالوا لي يا غات ندمي نعود نرجع ونقول لي يا غات ندمتش والدي كي ياخد الدواء والدي يعني تعطاتوا واحد الرعاية خاصة تنتمنى رسالتي توصل صاحب جلالة تنتمنى توصل صاحب جلالة ويتكلفوا بهذه الوليدات كافتا ويكون الرد على الرسالة الاستعطافية اللي رسلتها الجمعية الفرنسية من اللي رجعت الارض الوطن قلبت على هذه الوليدات كاملة اللي بحال والدي درت ان جروب جمعتهم يعني عندي جروب فيه 34 ام اللي عندها وليدات مراد والاغلبية الاغلبية ما تياخدوش الدواء ديالهم الاغلبية ما في حالهم ما عندهمش الامكانيات انهم باش يكونوا بوليداتهم لا يحسن العون كي اللي ما عندوش حتى الترانسبور باش يدي بلاس من المدينة اللي هو فيها باش يجي المستشفى الجامعي سواء في الرباط سواء في الدار بيضاء ما عندوش نوجه واحد رسالة للسيد العامل عمالة البرنوسي انه يسرع لنا بالاجراءات ديال هادا الجامعية حيث فخونش مو هادا الوليدات هادو تيعانيوا بزاف والوالدين ديالهم تيعانيوا اكتر لان قلت الحاجة يعني صعيب انك تشوف ولدك تيموت قدامك وانت عاجز ما عندكش حتى باش تركب انا يا تلقيت مع امهات في السبيطار بعت المرات تيباتوا في السبيطار لانه ما عندوش الانكانية باش يرجعوا ولا باش يعودوا يمشيوا لان هاد المرات مزمن وخاصوا متابعة كل اسبوع تخيل كل اسبوع ام كتجي من المدينة احتل ضار بيضاء ولا احتل الرباط يعني صعيبة عليها وصعيبة بزاف هاد الامهات خاصهم مساندة هاد الامهات خاصهم دعم وان شاء الله انتنت منها ويعني انور يكون واحد دفاء الخير على هاد الوليدات كاملين انتنت منها رسالتي توصل لسيدنا لان هاد الوليدات هادو محتاجين غندوز الام ديال هاد الابنية هدي هي تحكي المعاناة اللي عندها وقلت الشيء يعني ما عندهاش ما في حال هاش ما يعني احتل مركوب ما تلحقش ليه اخوتي السلام عليكم مرحبا بيا عندكم فضل بيضاء انا من وجدة مرحبا بالاخت استقبلتني في دارها والاخ ومرحبا الانوار حتى واستقبلني في داره واستقبل هاد الابنية هتانى بنتي نفس المعارض متاع انوار ونفس المعارض تاع الوليدات كاملين اللي راه الاخت مدخلانا جروب عندها جيت تانى نجري ونجري ونقلب على البنتي دواها تانى بنتي نفس المشكل العينين مشاولها الودنين مشاولها الفضق في الكرش القلب القلب الكبدة الطيحان ما كتقدش تمشى ما كتش كتسمع تانى عييت ما نجري ونجري وتانى قلت الشيء ونتمنى الله ونتمنى الله ونتمنى الله من اجينا الانوار نتمنى الله سيدنا يشوف حالة هاد الوليدات كاملين بحال هاد الابنية هادها يمحيوصها لها الشبكة دي العين نضرب الاسماعة دي الودن عند هالكابيد ديالها من فوق الفتاق يعني عند بزاف ديالي زوبيراسيون الام ديالها مفحال هاش يعني لا حوله ولا قوة إلا بالله العظيم تنتمنى وتنتمنى تنتمنى وحد نداء استغاثة كانت تنتمنى يوصل سيدنا بخانش ماو سنتمنى يوصل سيدنا لان ذاله والداد انا أبغيثم كنشوف نداء murdered كنشوف هاد الوليدات اللي ما في حال اومجي اللي ما عندهم مش ما عندهم مش عندنا الله عز واجل تنتمنى لسيدنا يشوف هاد الوليدات وخصوصا عنا dedنا محبب لداب لي الحتياجات الخاصة من روتن تمامنا باقطه باشو صوت هاد الوليدات هذا يصعل لان ارحموا من في الارض ويرحموا من في السماء احنا في واحد الوقت ديال الكورونا والفيروس بنعمل يدير الخير مهما يعني وخي بالي صغير بارتاج رماشي شي حاجة بارتاج جيولاده ماشي شي حاجة ولكن يقدر بذلك بارتاج الصوت ديالهم وصلوا تكون واحد لاستجابه وتنتمنى تكون واحد لاستجابه سريع على دلوليدات هادو بشر بيشوف فيهم ويشوف من حالهم ويشوف من حال الأمهات ديالهم اللي ما في حالهمش واللي ما عندهمش عندهم عالله اللي وموكلين أمرهم لله سبحانه وتعالى واليوم كنوكلوا أمرنا لسيدنا وتنتمنى تتمنى تكون واحد لاستجابه سريع على هادو الوليدات هادو الأمهات ديالهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر